فطبعاً إحنا يعني عم نحاول نأكد على قيامة المسيح مع أنه السيس في حلقة مضت أنا تكلمت عن براهين القيامة وما أكثر براهين القيامة ولكن واحدة من الأشياء اللي بتزهلني التحول اللي حدث في حياة التلاميذ من حياة الخوف من حياة الاختباء من حياة يعني مش بس خايفين ومرتعبين مستحيين وخجلنين كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل ولكن عندما شاهدوا يسوعوا امتلأوا من روح القدس خرجوا وكانت قوة عظيمة لا تقهر ولا تتراجع وغيروا مجتمعات بأكملها بقوة قيامة يسوع المسيح قيامة يسوع المسيح هي قوة اختراقية للموت هي أقوى من القنبلة الزرية والهيدروجونية والكوبات هي القوة المتفجرة أي أن الله عندما تجسد تفجرت قداسة الله في العالم أجمع وبر الله ومحبة الله ورحمة الله ويقول بهذا الصدد رسول الأمم الذي صار لنا من الله يسوع المسيح حكمة وبرا وقداسة هاللويا وفداء حتى من افتخر فليفتخر بالرب فنحن لا نفتخر بأي إنسان كائن من كان ولا بأي عظيم ولا نفتخر بأي مذهب نفتخر بشخص الرب يسوع المسيح لا نفتخر لا بالحسب ولا بالنسب نفتخر بمن أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا له كل المجل فنحن في فرح عظيم بعيد القيامة ومثل ما قالت أسيس نيزار نحن كل يوم نعيش القيامة مش بالأعياد بس لا بالمأكلات والمشروبات لا 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 مش هيدا عيدنا عيدنا فرح وسلام بالروح القدس أن المسيح قام في حياتنا ونحن أحياء في المسيح مثل ما سمعنا في الآية يحيي أجسادكم المائتة وفي كورونتوس كنا أشقى جميع الناس لو لم يكن المسيح قد قام وفي بطرس شفنا أنه ولدنا ثانية غير جاء حي حي فإحنا بنتكلم مش بس عن عقيدة وعن جوهر المسيحية القيامة كمان فيها سلوكيات صح إن قمتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق فاطلبوا ما فوق يعني القيامة هي التعبير عن حياة المؤمنة اللي اختبر قوة القيامة صح اتحرر من الأرض والجسد فإذا صاري فكر بالسمويات آمين فبالقيامة كما قلت أسيس نيزار نحن نتطبح بأطباع المسيح ونتخلق بأخلاقيات الله وكما سلك المسيح نسلك نحن نحن أيضا أيضا له كل المجد يا لعظم النعمة التي حلت لنا حبانا بكل أنواع البرقات بدليل البركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيحي يسوع لكن بحب أقول شيء أسيس نيزار أنه بيقلك لي رجاء حي وبيعطي المواصفات لا يفنى لا يتدمس لا يضمحل هاللويا محفوظ في السماوات لأجل مين؟ لأجل نيزار وجور ولأجل السامرية وزكا العشار واللصع الصليب لم أدعوا أبرارا بالخطاط إلى التوبة لك يا خيطه بالرب لك اليوم يوم خلاص اليوم إن سمعتم صوته لا تقصوا قلوبكم وهنيئا لك بملك الملوك ورب الأرباب تعرف بيعملك ملك الرب لما تتجدد قال الذي أحبنا وقد غسلنا من خطيانا بدمه وجعلنا هاللويا بالماضي ملكا ملوكا وكهنة أنا بدي أقول لك أسيس تظهر جلالة الملك هاي حقيقة أسيس تظهر جلالة الملوكا وكهنة أسيس تظهر جلالة الملوكا وكهنة تظهر جلالة الملوكا وكهنة